وقف الحرب في محافظة شبوة يأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه لتثبيت وقف إطلاق النار في البلاد أملا في تهيئة الأجواء للدخول في جولة مشاورات تحت مظلة الأمم المتحدة في الكويت اتفاق آخر على غرار الاتفاقية الأخرى من قبل اللجان المكلفة جرى في المحافظة لوقف إطلاق النار بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وقوات المخلوع صالح وميليشي الحوثي من جهة أخرى لوقف كافة الأعمال العسكرية الاتفاق قضى بوقف إطلاق النار بكافة أشكاله في كل جبهة المحافظة ومعالجة الخروقات وفتح الطرقات والمنافذ وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية ومعالجة الإشكالات في مصالح المواطنين وتضمنت البنود أيضا البت في قضية الأسرى والمفقودين وسيتم ذلك من خلال تكليف عدد من الأشخاص وبإشراف من اللجنة المعنية بذلك لإنجاح عملية التبادل بين الطرفين لكن إنهيار اتفاق وقف إطلاق النار مرتبط أيضا بالتزام جميع الأطراف بما ورد في بند الاتفاق خاصة مع ما تشهده باقي المحافظات من خروقات ارتكبتها الميليشيا والمخلوع وهما قد يعرقل جولة المشاورات بين وفدي الشرعية والميليشيا وحليفها المخلوع صالح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة